رفعت البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة درجة الاستعداد القصوى قبيل بدء رحلة المقدسة وتفويق الحجاج إلى مناطق المشاعر وقد نظمت البعثة الطبية قافلة طبية بأحد أحياء مكة المكرمة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لآلاف الحجاج المصريين بها حالة استنفار قصوى شهدتها مقار إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة قبيل بدء رحلة المقدسة تخلتها ندوات دينية وتوعوية وخطط تفويق الحجاج ومسيراتهم للمشاعر إضافة إلى قوافلة طبية تم تجهيزها وإقامتها من قبل البعثة الطبية المصرية بمنطقة العزازية بمكة المكرمة لخدمة ألاف الحجاج المصريين بها وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للحجاج أينما كانوا بنعمل قوافل طبية لأماكن تواجد المصريين في مختلف أنحاء مكة وإحنا النهاردة في قفلة طبية في منطقة العزازية فيها تجمع مصر كبير إحنا دلوقتي بنقدم لهم خدمة طبية عن طريق العيادات الطبية وصرف أدوية ليهم وتوفير ندوات صحية تسقفية لتوعية الحجيج بخطر الإصابة بالأمراض المعدية وتجنب الإصابة بضربات الشمس علشان لما يطلعوا عارفة إن شاء الله يقدوا مناسكهم بسهولة ويسر الحمد لله برضو نقدر نقول إننا موفر لهم كل الأدواء بالكامل المتوفرة عندنا في العيدات في الأماكن كافرة النهاردة إن شاء الله شغالها معنا من الساعة 11 للصبح لغاية حوالي الساعة 19 بالليل إن شاء الله حيث نقدر نستفيد بأكبر عدد قادر ممكن معنا الدكاترة برضو فيها تخصصات عشان لحد يحتاج تخصص معين يحتاج أي حاجة معينة الدكاترة موجودة معنا كل الأدواء بالكامل الحمد لله متوفرة موجودة فيش فيها مشاكل خالص عشان يعني الحمد لله بنقدر نقدر نحن كده غطينا كل المصير إن شاء الله بالكامل معظم الحالات المرضية التي استقبلتها القوافل الطبية بمقر إقامة الحجاج المصريين تعاني من إجهاد ونزلات بارد نديهم الحاجات اللي هي تناسب بس حالتهم بالزبط عشان إحنا مش عايزين ندي أدوية عنيفة تقلل من مجهودهم عشان إحنا عندنا مناسك إن شاء الله فيعني يبقى عندهم الطاقة كده لأداء المناسك بس بالأسلوب اللي يخليهم إن شاء الله يخفوا بسرعة والحقيقة كل الناس اللي خدوا علاجات يعني لقينهم بالمتابعة بتاعتهم لقينهم الحمد لله بقوا أحسن كتير التنبيع على شرب المية والسوايل التعوضية علشان الحر وعشان السوايل اللي هو بيفقدها نتيجة الإجهاد والحركة المستمرة والتعرض لأشعة الشمس وكده ديوف الرحمن من الحجاج المصريين عبروا عن امتنانهم لما قدمته البعثة الطبية المصرية من خدمات علاجية ووقائية لهم بمقر إقامتهم ناس كويسين صراحة وخدمة ميازة وأحسن ناس سينة وبناخد علاج ببلغة شاول ونشكر الخدمة الطبية ونشكر المصر بالله على الله السايبيننا وماشاء الله عليهم وفرحة تمام التمام لا طبعا استفادنا حاجات كتير جدا وفهمنا حاجات احنا ما فيمناهاش على أساس دورات المياه هتبقى مشتركة بين الناس كتير جدا طهروا المكان اخسلوا قديكو كويس ما نبقاش في وش بعض لما حد يكون بكو نرزينا بالعلاج والحمد لله ناس كويسة والله هنا قبيل بدء الرحلة المقدسة خدمات علاجية ووقائية تقدم من قبل البحثة الطبية المصرية على مدار الساعة للحجاج المصريين أينما كانوا لتوفير الأجواء الروحانية لهم بشكل ميسر محمد حلمي التلفزيون المصري